السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من تيك نيوز حلقة النهاردة هيكون معظمها أخبار تخص كروت الشاشة أكتر حاجة أظن معظمكم بيحبها في قطعة هاردوير عموما وبرضه هيكون في خبرين يخص المعالجات أهلا بكم في الحلقة رقم 39 من تيك نيوز موقع SCDK بيقدم ألعاب وبرامج بأسعار مميزة تقدر تشتري ويندوز 10 بسعر 14 دولار بس ده غير ألعاب تانية كتير بعروض أفضل اتأكد أنك تستخدم أكواد الخصم في الديسكريبشن عشان تاخد تخفيض بيوصل لعشرة في المية لتفاصيل أكتر شوفوا اللينكات تحت الفيديو في وسط المشاكل اللي بتعيشها انتل حاليا من ارتفاع أسعار معالجاتها والجيل التاسع اللي عليه كلام كتير وبالمناسبة هيكون لنا بإذن الله حلقة عن الجيل التاسع قريب انتل أعلنت عن معالج جديد في فئة بعيدة خالص عن المشاكل دي وهي فئة الزيون البروستسور الجديد ده ما نقدرش نوصفه غير بكلمة واحدة إنه هيكون فتاك ده على حسب اللي شفناه لغاية دلوقتي البروستسور هيكون قائم على معمرية كاسكيد ليك وهيكون اسمه كاسكيد ليك AB اختصارا لأدفانسة بريفورمانس البروستسور هيكون التصميم بتاعه من نوعية مالتي تشيب يعني اثنين بروستسور يشتغلوا مع بعض في نفس الوقت وده مش جديد إطلاقا على معالجات الزيون الجديد بقى إن البروستسور الواحد هيكون 48 كور و96 سرد يعني لما هتشغل اللي اثنين مع بعض هيكون عندك 96 كور و192 سرد انت متخيل الرقم كمال هيدعم 12 قناة لتشغيل الرمات كل قناة بيكون لها مدخلين وبالتالي لو ماليت أماكن الرمات كلها بأعلى رقم هيكون عندك رمات 3 طيرة انتل عرضت بعض الاختبارات للبروستسور وأكيد طبعا الاختبارات دي على نسخة مبدئية مش نهائية وبتقول إن البروستسور هيكون أسرع بحوالي 3 مرات ونص عن بروستسور AMD APEC اللي فيه 32 كور طبعا إحنا مش هنشوف البروستسور ده غير في سنة 2019 وقبل ما دماغت تسرح معالج زي ده مش لينا إحنا كمستخدمين عاديين ولا حتى للمستخدمين المحترفين ده بيكون معمول عشان يستخدم في السيرفرات الكبيرة ومراكز الأبحاث العلمية وهكذا بالنسبة للسعر لسه مفيش أي كلام عنه وده أفضل ليه يا وليك عشان ما بموتش من الخطة بما إننا بنتكلم على المعالجات وشركة انتل بالأخص خلونا نروح للمنافس المباشر AMD أخيرا بنشوف معلومات رسمية عن الجيل التاني من معمارية زين اللي هيكون قائم عليه معالجات رايزين الجديدة ومعالجات إبك المرة دي المعلومات كلها على إبك اللي هيكون قائم على دقة تصنيع 7 نانو من TSMC وهيكون أول معالج في العالم يتعامل بالدقة دي وبكده يبقى إيم دي إسابة شركة Global Founders اللي كانت بتصنع لها قبل كده وهيكون في بعض المزايا من دقة تصنيع 7 نانو زي إن استلاك الطاقة هيقل بنسبة 50% والكسافة بتاعت الأنوية هتزيد الضعف وأخيرا الأداء هيبقى أعلى بنسبة 25% آخر حاجة هي الإعلان عن الرودماب بتاعتهم واللي فيها إننا هنشوف زين 2 في 2019 وزين 2 بلس وزين 3 في 2020 وساعتها هيكونوا انتهوا من التصميم الخاص بزين 4 بس طبعا ما تاخدوش الكلام ده ثقة بنسبة 100% لأن ساعات كتير الشركات مش بتلتزم بالرودماب وبتتغير كتير في النص مازال الكلام بتاعنا عن AMD بس المرة دي حاجة أظن معظمكم مستنيينها كارت AMD المتوسط الجديد الـ RX 590 المفروض الكارت ده هينزل عشان يقضي على الـ GTX 1060 من انفيديا بأداء أفضل وتقريبا نفس السعر ده على حد التسريبات اللي طلعت عنه من الواضح إن الكارت خلاص هينزل السوق فعلا خلال أيام وده لإنه تصرب له أكتر من صورة النسخ مختلفة منه وكمان ابتدى يتصرب الإمكانيات بتاعته التفصيلية واللسكور بتاعه على فاير سترايك الكارت عموما هيكون رفريش أو عادة إصدار لمعمرية بولاريس وهيكون قائم على ضد التصنيع 12 نانو مش معروف إذا كانت هكوم من Global Founders ولا TSMC بس في الغالب هكوم من Global Founders الكارت هيكون فيه 2304 Streaming Processor و8 جيجا في رام من نوعية GDDR5 وبالنسبة للـ Clock Speed فاتصرب رقمين واحد بتاع نسخة Power Color والتاني نسخة XFX اللي كانت أعلى ووصلت لـ 1608 ميجا هيرتز وده كده تحسن كويس جدا عن الـ RX 580 انفيديا برضو كان لها تحديث في الكارت اللي بيمثلها في الفئة دي وهو الـ GTX 1060 والتحديث كالتالي هيكون فيه نسخة من الـ 1060 بميموري من نوعية GDDR5X وده ظهر على الموقع الرسمي بتاع الشركة بس في رأيي الشخصي ان ده كده تحديث ملوش أي لازمة ومش هو ده يعني الرد على كارت الـ RX 590 اللي هينزل لأن في بعض المواقع بتكتب كده وهقول لكم ليه الإمكانيات الأساسية بتاعت الكارت مش هتتغير تماما وبالتالي مش هيكون فيه تحسين في الأداء حتى قبل كده عملوا حركة شبهدي جدا لما نزلوا نسخة سرعة الرمات فيها أعلى الأساسية كانت 8 جيجابيت بر ساكن وهم نزلوا واحدة 9 جيجابيت بر ساكن والتجارب على أرض الواقع كانت بتوضح إن شبه مفيش فرق بين اللي اتنين فأنا الصراحة مش عارف إيه السبب في عمل النسخة دي من الكارت بالذات وإن ما فيش أي شركة حاليا بتصنع الجي دي دي أر 5 إكس غير شركة مايكرون لأن بقى الشركات مجهولين بتصنيع الجي دي دي أر 6 المستخدمة في كل كروت الأر تي إكس كتير منكم بيقعد يسأل في التعليقات هل هيكون في كارت شاشة من EMD بيدعم تقنية الري تايم ري تريسنج أو حتى حاجة شبهها أنا بصراحة ما كنتش أعرف إجابة للسؤال ده واضحة لأن EMD ما وضحتش أي حاجة لغاية ما جات الإجابة الواضحة والصريحة من ديفيد وانج نائب رئيس المهندسين الخاصين بالأر تي جي اللي هي اختصار لريديون تيكنولوجي جروب ديفيد قال في مقابلة صحفية في موقع ياباني إن إيم دي حالياً ما عندهاش أي نية في دعم الDXR اللي هي المكتبة اللي بتعمل الري تريسنج في DirectX 12 والكلام ده لغاية ما يكون متوفر في كل المنتجات اللو اند والهاي اند وكمان قال إن الشركة ما تقدرش تاخد حالياً المخاطرة وتصرف على تطوير وأبحاثها تكلفها فلوس كتيرة جداً في سوق على حد كلامه مش مضمون على عكس انفيديا اللي عندها ميزانية ضخمة تخليها تقدر تعمل كده بأرياحية وقال إن الأفضل ننتظر ونشوف كروت RTX هتعمل إيه في السوق ولو بقى فيه سوق حقيقي في الناحية دي هنحاول إحنا بعد كده نحجز مكان لينا فيه طبعاً ده كلام محبط لأنه بيوضح قد إيم دي متأخرة عن انفيديا ومش قادرة علم نفستها بقوة وبقول إن ده محبط لأنه طول ما السوق مسيطر عليه شركة واحدة طول ما هتقدر تتحكم فيك براحتها ترفع الأسعار تنزلها محدش هيقدر يعمل حاجة لأنه للأسف ما قداموش غيرها شكراً لكل اللي كمل الفيديو لحد هنا لو أنت لسه جديد في القناة اتأكد إنك تشترك ادعمنا بلايك لو عجبك الفيديو وتابعنا على مواقع السوشيال ميديا من اللينكات في الديسكريبشن أشوفكم بإذن الله حلقة جديدة سليم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر